فوائد ومسائل فوق الغمام وتفتح لها أبواب السماء ويقول الرب عز وجل وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين وصححه الألباني في صحيح الترمذي وعند أحمد والصائم حتى يفطر والحديث صححه شعيب الأرنؤوت في تحقيق المسند فدعوة الصائم المستجابة تكون حال صيامه إلى أن يشرع في الفطر وليس بعد ذلك قال المناوي رحمه الله والصائم حتى وفي رواية حين يفطر بالفعل أو يدخل أوان فطره انتهى من التيسير شرح الجامع الصغير وقال القاري رحمه الله حين يفطر لأنه أي الفطر بعد عبادة وحال تدرع ومسكنة انتهى من مرقات المفاتيح وسئل الشيخ بن عثيمين رحمه الله للصائم دعوة مستجابة عند فطره فمتى يكون محل هذه الدعوة قبل الفطر أم في أثنائه أم بعده وهل من دعوات وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو من دعاء تشيرون به في مثل هذا الوقت فأجاب الدعاء يكون قبل الإفطار عند الغروب لأنه يجتمع في حقه انكسار النفس والذل لله عز وجل وأنه صائم وكل هذه من أسباب الإجابة أما بعد الفطر فإن النفس قد استراحت وفرحت وربما يحصل غفلة لكن ورد ذكر إن صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه يكون بعد الإفطار ذهب الضمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله هذا لا يكون إلا بعد الفطر وكذلك ورد عن بعض الصحابة أنه كان يقول اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت فأنت ادعو الله بالدعاء المناسب الذي ترى أنك محتاج إليه انتهى من اللقاء الشهري فاحرص على الدعاء قبل فطرك وعند شروعك فيه ومن أهل العلم من قال إن ذلك يشمل ما بعد الفطر أي بعد الشروع فيه جاء في فتاوى اللجنة الدائمة السؤال سين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد ما هو المقصود بدعاء الصائم عند فطره هل يقصد دعاء الصائم قبل الإفطار بلحظات أم بعد الإفطار مباشرة جيم الجواب الحديث رواه ابن ماجة قال في الزوائد إسناده صحيح والدعاء يكون قبل الإفطار وبعده لأن كلمة عنده تشمل الحالتين وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم فوائد ومسائل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر